اشتركوا في القناة يعني اعطيتكم عملتان لسكالب يعني اللاند والزيليكا يعني النقط التي قمت بتحديدها يعني تكررت اكتر من يعني اسبوع وهي تتكرر تلك النقاط عندما وضعت لكم الفيديو يعني الشراء في نقطة الخمسمائة والستين والبيع في نقطة ستمائة والعشرون مثل اللاند يعني الاشتغال في عملة انت تعرفها وتعرف يعني نقط دائرة ونقطة المقاومة الخاصة بكل عملة يعني قبل ان ندخل الى تلك العملات الجيدة وسنتحدث عن عملات اخرى اخبار جميلة وجيدة سهمت في انتعاشة السوق ويعني دخ مبالغ مهمة في الفوليم يعني مقدار التداول اليومي يعني منذ يعني حوالي يوم كان مقدار التداول تسعة مليار دولار الان كما ترون اربعة وعشرين مليار دولار يعني اضيفت اكتر من خمسة عشر مليار دولار في درف يعني يوم واحد لان هناك اخبار جيدة بخصوص العملات الرقمية وخصوصا ان اكتر من اتنين وعشرون دولة في الاتحاد الاوروبي يعني اه وقعت شراكة مع البلوكتشين لدراسة اه هذه التكنولوجيا الجديدة تكنولوجيا البلوكتشين يعني مما ساهم على اه دخول متداولين جدد وانتعاش السوق وان شاء الله سيعود السوق كما اه كان في الاول ما عليكم الان هو سكالب 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 يعني الشراء في نقاط جيدة للشراء ثم البيع يعني الاكتفاء بالربح بنسبة حوالي خمسة عشرة او عشرين بالمئة في سكالب هناك من يعني اه يعني يلعب على خمسة بالمئة او عشرة بالمئة يعني الكل وهدفه المهم كما ترون يعني انتعاش في السوق اربعة وعشرين مليار دولار يعني لم اشاهد هذا الرقم حوالي منذ اه يعني شهر يعني اه ننتظر عودة الفوليم يعني كان الفوليم الخاص بقيمة تداول في جميع العملات الرقمية اكثر من خمسين مليار دولار اه الان البيتكوين سبعة الاف وستمائة وستين دولار العملات التي طلحتها لسكالب عملات جيدة اه تصلوني اه رسائل كثيرة بخصوص توصيات وانشاء قناة على التليجرام ساقوم بانشاء يعني قناة على التليجرام وساقوم بوضع توصيات خاصة اه بمنصة البينونس لان الكثير يقولوا بتريكس يعني اراء كثيرة ولكن وجدتوا الاكترية هم مسجلون في منصة البينونس لمن غير مسجل في منصة البينونس يعني ساترك لكم رابط تشجيل اشفر الفيديو يعني طريقة تشجيل طريقة سهلة جدا انصحكم بهذه المنصة بنصة يعني اكبر منصة للتداول بالعملات الرقمية هي بنص يعني النمبر وان في عالم التداول بالعملات الرقمية هي منصة لماذا لان قيمة التداول فيها كبيرة فريق عمل جيد يعني اذا ارد اي عملة تريد دخول الى هذه المنصة يجب عليها دفع ألف بيشكوين للدخول إلى هذه المنصة وجميع العملات التي توجد في بينونس غير يعني لا توجد عملة سكام مثل بعض المنصات الأخرى يعني تجد فيها تداول قليل شيء أما مقارنة مع منصة البينونس هذا إذا دخلنا مثلا سنرى سندخل على البيشكوين سنرى قيمة تداول في المنصات وسنرى مقارنة فقط سنجد الأولى هي بينونس كما ترون سنقوم برؤية البيشفينيكس والبيونونس يعني هذه أكبر المنصات سنرى قيمة تداول فيها يعني البيشفينيكس مليار وستمائة مليار وستمائة مليون دولار البيونونس كما ترون يعني اثنان مليار واربعمائة وتمانية وتمانين مليون دولار يعني قيمة هائلة في التداول واتيقة كبيرة يضعوها المتدولون في منصة بينونس يعني أول منصة بالتداول بالعملات الرقمية كما ترون اثنان مليار واربعمائة وتمانية وتمانين مليون دولار مقارنة مع البيشفينيكس التي تضع شروط يعني كبيرة جدا اذا اردت تسجيل في منصة البيت فينيكس يجب ان تقوم بايداع عشرة الاف دولار يعني قيمة كبيرة للبدء في التداول في منصة بيت فينيكس ليس مثل منصة بينونس فقط تقوم بايداع اي مبلغ يعني عشرين دولار خمسين دولار وتبدأ في التداول وطريقة التداول في المنصة سهلة وعليها عملات جيدة للسكالب والشراء والتخزين واي عملة جديدة تقوم باضافتها هذه المنصة اه صراحة منصة جيدة اشكرها دائما هذه المنصة هناك بعض الاخوة يعني كلاستيكيين يقومون بالاشتغال على منصات مثل بيتريكس والبولونياكس البيتريكس والبولونياكس هم منصات امينات جيدة ولكن اه العملات المتوجدة في البيتريكس او البولونياكس يعني غير مربحة يعني لا ترتفع كثيرا اه عملات كلاستيكية لا يكون دعم للعملات الجديدة اه اذا دخلنا على البولونياكس اين سنجد البولونياكس سنقوم بالدخول على البولونياكس اه يعني المقدار التداول فيها لن يتجاوز الخمسمائة مليون دولار البولونياكس او البيتريكس هاي البولونياكس سنرى قيمة تداول فيها يعني مئة وسبعين مليون دولار يعني مقارنة فهو رقم ضعيف ضعيف مقارنة مع منصة البينونس فهي الاولى الان كما ترون قيمة تداول فيها اثنان مليار واربعمائة وثمانية وثمانين مليون دولار قيمة هائلة جدا الوكي ايكس ايضا من بين افضل منصات يعني منصة جيدة ساقوم بشرح هذه المنصة في الفيديو القادم ان شاء الله حاليا افضل منصة انصحكم بها هي منصة البيانونس اه وهو منصة اخرى يعني صراحة جيدة اليوبت اه اليوبت اذا اردت الاشتغال على العملات الكلاسيكية مثل الديجي بي اي عملة كلاسيكية فمنصة اليوبت من بين افضل منصات صراحة يعني اشغل فيها منذ حوالي سنتين ولم اواجه اي مشكل صراحة منصة جيدة منصة اليوبت منصة هي ام المنصات صراحة الان سنرى العملات الرقمية كما ترون البيتكوين اه هنا كما ترون قيمة التداول في البيتكوين اه هناك بيع وشراء يعني ارى ان البيتكوين سيسعد اكتر مما هو عليه لماذا اه اذا اردت تحليل اي عملة وتعرف يعني اه هل ستسعد ام ستنخفض في اه يعني درف ساعة او ساعتين يعني سكالب اه سنرى مباشرة من السوق بدون قراءة هذه الشموع سنرى هنا لان اه ها لكي اشرح لكم شيء هذه الشمعات فهم يعني البائعين والمشاري هنا سنرى من خلال اه السوق هنا اه كما ترون اه يعني هنا واحد وستون للبيع هنا واحد وستون بيتكوين اه تماني بعفوان تمانية بيتكوين هنا للبيع هنا اشخاص الذين يريدون الشراء يعني لا لا توجد قيمة عالية هنا يعني واحد هنا تلاشة بيتكوين اتنين بيتكوين يعني سينخفض قليلا البيتكوين الى سبعمائة يعني في سكالب يعني لن ينخفض اذا سينزل اه الى اسفل السافرين او اه فقط سا يعني في عملية سكالب اذا اردت السكالب قم برؤية الذين يريدون الشراء والذين يريدون البيع يعني مثل السوق اذا اردت اذا اردت اشخاص كتر يريدون الشراء اه اشخاص لا يريدون البيع يعني ترى هنا يعني فقط نصف بيتكوين نصف بيتكوين نصف بيتكوين نصف ربع بيشكوين وهنا سارع مائة بيشكوين واحد بيشكوين عشر بيشكوين يعني اشخاص يريدون الشراء اكثر من الاشخاص الذين يريدون الكمية الطلب يعني العرض اكثر من الطلب. المهم البيشكوين انتعاشة. ننتظر انتعاشة الحقيقية للبيشكوين لنراه يعني في اكثر من احدى عشر الف دولار. ستعود العملة الرقمية كما كانت في السابق. مهم يعني لا تيأسوا وما عليكم سوى لكي تستعيدوا الخسارات التي خسرتموها. وملاحدة يعني انتع يعني مثلا قمت بشراء عملة قدتها في الفيديو السابق. مثلا انا اشتريت اه عملة كمتال عملة اشتريت عملة بنصف دولار للواحد الترون. اه اشتريت مثلا خمسمائة واحدة من من الترون. انخفض الترون الى اه سفر فاصلة تلاتة دولار. انا في الصراحة يعني انخفض السعر انخفضت قيمة العملة. ولكن لم اخسر. متى اخسر? اخسر عندما ابيع العملات. يعني انت الان اذا كنت خسر في عملة ولم تبيع تلك العملة فانت لم تخسر. لانك عندما ستبيعها بالخسارة فتلك اللحظة لقد خسرت. اما اذا انت عملت وتركت العملة حتى ترجع فيه فانت لم تخسر تنتظر عودة السوق. يعني قمت بالدخير تلك العملة. اما اذا بيتها بالخسارة فانت خسرت. اما لم تبيع فلم تخسر لحد الساعة. يعني اشغلوا بهذه الطريقة. فالعملات الرقمية تلعبوا على النفسية. يعني يجب ان تكون اه اه تتملك اعصابك بالعملات الرقمية. يعني مثلا اه او الشريطة عملة. اه خصوصا في الهولدين. اذا الشريطة عملة انسى انك الشريطة تلك العملة. يعني اعطيها شهر شهرين. يعني اه راقبها. لا تراقبها كل ساعة او يوميا او كل دقيقة. يعني ستلعب على نفسيتك وستبع بالخسار. اذا كنت يعني تدخل للعملة يعني ترى اخبارها من يومين الى ثلاث ايام لا بس. المهم. اه الجيد في الامر هو عودة العملات. اه عودة سوق التداول كما ترون اربعة وعشرين اه مليار دولار. عودة السوق. هذا امر جيد. اه يبقى يدل على اه دخول مستشمرين للسوق بعدما انهار سوق تداول الى تسعة ملاير دولار. يعني انضافت حوالي اه خمسة عشر مليار دولار يعني في يوم واحد. اه هذا يبين ان العملات الرقمية يمكن ان ترتفع في يوم واحد. يعني يمكن ان ان يعود لسعة تمانية عشر الف دولار في ضرف اربعة وعشرون ساعة. فقط هذا راجح لدخول متداولة. يعني عندما كان البيشكوين في تمانية عشر الف دولار كانت قيمة تداول خمسين الف دولار. يعني اه كأنها القسمة. يعني اربعة وعشرين الف دولار سبعة الف دولار. حوال تمنية الف دولار. يعني خمسين الف دولار سبعة عشر الف دولار. اه المهم لا اريد الاطالة عليكم في هذا الفيديو. اه سا اتمنى ان انا نشيش الاشيء. بخصوص العملات الجيدة. قلت لكم اه سا اقوم بانشاء قناتي على التليجرام وسا اقوم بوضع توصيات في خاصة بمناصة البنونس. من اللي دي حساب في البنونس. طريقة التسجيل فهي طريقة سهلة جدا. اه طريقة البيع والشراء ايضا سهلة جدا. اه يعني انا ليس لدي بيشكوين حاليا لاني قمت بشراء عملات يعني لا اترك البشكوين يعني البشكوين لا اتركوا واحدة اه اقوم بشراء عملات مثلا اريد شراء اي عملة يعني طريقة الشراء والبيع سهلة جدا في المنصة. يعني مثلا اه سا هنا يعني تمن الواحد بيشكوين مثلا اريد شراء هنا اثنان ثلاثة سيظهر لك المبلغ هنا قيمة ثلاثة ثم تضغط على تضغط على تظهر الخاص بك هنا يعني تشاري اذا لم تشاري وظهر ان السوق ساعد قم بالضغط على واعادة سعر اخر طريقة سهلة جدا اه طريقة الاداء ايضا سهلة جدا انصحكم بالاشغال في هذه المنصة طريقة التسجيل سأقول لكم طريقة التسجيل الان طريقة سهلة جدا طريقة التسجيل هي طريقة سهلة جدا تضغط هنا على تقوم ببيانة هنا الخاص بك هنا الباسورد هنا رابط احالة الخاص بك سا اضع لكم الرابط للتسجيل في الفيديو اسفل الفيديو يعني لا بد من ان يقوم بعمل ان فيت لك صديق ساقوم بترك لك رابط التسجيل اسفل الفيديو تضغط هنا موافق على الشروط ثم تضغط على ستيصلك رسالة في الايميل الخاص بك ثم ستقوم بتسجيل مباشرة وتقوم بالاداء في المنصة اه قوموا بتفعيل حسابتكم بجوجل دروري اه بخصوص منصة انا يعني لازلته في يعني غير لسش مفاعل حسابي بالوتائق الشخصية فقط بجوجل والموبايل رقم الموبايل الخاص به هذا كل ما في ذلك اه منصة ايضا طريقة تسجيل سهلة سا اضع لكم كل رابط ازفل الفيديو روجستر اه يعني بيانات روتينية يعني اسهل طريقة بخصوص يعني اذا كان لديك يعني رسيد في البايبال واردت تحويله الى البيشكوين او العكس هنا موقع شرحته شرح تفصيلي اه اذا كان لديك البايبال تشاري به البيشكوين او البيشكوين تشاري به البيبال شرحت هذا الموقع شرح مفصل موقع صادق اه هو يعني يخصص ملكة يعني تقريبا اثنان دولار في كل عملية اه شرحت لكم طريقة اه السحب من البايبال هي طريقة سهلة جدا بواسطة البطاقة البنكية المغربية اه خاصة بالسياش بانك الشوبينج كما رأيتم في الفيديو سحبج انا اه فقط اردت ان اه اري بعض الاشخاص لان هناك بعض الاشخاص يريدون الدخول الى هذا المجال ولا يعرفون الطرق اه لكي يشاريوا البيشكوين او يقوموا بسحب ارباحهم يعني اه ستسحبوهم عن طريق البايبال في المغرب بواسطة كارت الشومبينج كما شرحت لكم المهم هذا كل ما لدينا لا اريد الاطالة عليكم في هذا الفيديو تمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته